نشكر منصة أوريد لهذه الفعالية وتقديم أعمال صالحة بإذن الله إلى الناس جميعا هي الحقيقة فرصة أن نتحدث عن الأمراض الجلدية بشكل عام ومدى الاستفادة من بعض النصائح خلال استعراضنا للحالات المرضية كوفيد-19 حقيقة بالرغم من أنها ابتلاء ووضاء إلا أنه قدم خدمة للإنسانية كبيرة فيما يتعلق بشعور بين البشر أنهم كلهم أولاد آدم لذلك من كان في الصين سيؤثر على من يكون في العراق أو يكون في مكان آخر والنقطة الثانية التي حقيقة فادتنا موضوعات كوفيد-19 هو تعاملنا مع العالم الرقمي بطريقة جديدة لذلك أتاح الفرصة للجميع أن يقدموا أعمال خيرية وبسهولة ومن مكان عملهم ولذلك أنا كلش أكون سعيد لما أطلب وأريد في عملية نحن نسميها العيادة الاستشارية الإلكترونية التي من شأنها مساعدة الآخرين حتى لو كانوا صعوبة التواصل الاجتماعي أو التقارب الاجتماعي هذا أتاحنا الفرصة حقيقة كثيرا والحمد لله نستعمل كل وسائل التواصل الاجتماعي عسى أن نفيد قدر معين من الناس خاصة من المصابين بالأمراض الجلدية الأمراض الجلدية بشكل عام تعتمد على عنصرين أساسية خاصة في مجال التشخيص العنصر الأول هو ما يراه طبيب الجلدية بحينه أو ينقل له بواسطة الصورة نركز على أن الاستشارة عن طريق الصورة يعني بيها نوع من المصاعب لذلك لتذليل هذه المصاعب أعتقد على المريض يعني أن يكون كريما في عدد الصور المرسلة إلى الطبيب ليس في العدد فقط وإنما أن تكون بأبعاد مختلفة يعني بعد الكاميرا وبعد العدسة عن المكان وبزوايا مختلفة لأنه صورة واحدة لا تكفي وعدد صور أفضل من صورة واحدة وكلما زادت عدد الصور وكأن الطبيب قريب ودينظر بعينه فأرجوكم أرجوكم لا تكونوا بخلاق في عملية إرسال الصور لطبيب جدية خاصة لأنه الصورة هي راح تكون أداة مهمة جدا في عملية التشخيص الجانب الثاني المهم هو التاريخ المرضي يعني ابعث الصور وابعث تاريخ مرضي بدون أن يسألك الطبيب يعني أن تبعث العمر المهنة ما يتعلق بشخصك من جوانب عامة وكيف بدأ المرض وكيف استمر ومكان أول مرة يطلع الطفح في أي مكان وكيف انتشار وش قد أخذ مدة زمنية في انتشاره والأشياء المصاحبة للطفح يعني أحنا في الجلدية نركز على موضوعين أساسيين هل هذا الطفح بحكة يصاحبه علم هذن النقطتين أو لا يصاحبه شيء هاي النقطتين كلش مهمة وإذا تعرف الأشياء اللي تقلل من هذا الطفح أو الزيد من هذا الطفح فيرجى تسجيله على موض الطبيب يكون يعني على بينه وإذا كنت أخذت لها أدوية تكتب اسماء الأدوية وهل هذه الأدوية كانت نافعة أم غير نافعة وكم استمرت بهذا الدواء واستعملته وهل أنت تعاني من أمراض مزمينة معينة وهل تتعاطى أدوية عامة أو أي دواء معين هاي المعلومات ضرورية جداً في مساعدة الطبيب على التشخيص خاصة لما يكون عن بعد فأتمنى يعني أن ناخد هذا بنظر الاعتبار نتحدث ربما إذا تتيح الوقت حول موضوع تجميل الجلد يجب أن يكون مفهوم لدى الناس جميعاً أنه عملية تجميل الجلد هي إخفاء العيوب أكثر مما هي حقيقة أنه إصلاح الجلد لوضع جيد الإصلاح يكون في حالات قليلة و يعني محدودة أما عملية إخفاء العيوب فهذا يعني كثير مثل يعني الفوتوكس لإخفاء التجاعد ومثل الفلر لترخيم مكان أو دفع الجلد إلى الأعلى إلا أنه يبقى ملمس الجلد والتكستشور مالجلد يعني لما يكون نلمسه هو واضح للامس إنه هذا صناعي وغير طبيعي بسم الله رح نبدأ بعض الحالات المرضية اللي وصلت لنا ورح نتحدث بشكل عام لآخرين كيف يستفيدون من هذه الضاء يعني من هذا المرض من هذا الحرض ربما يطبقوه أو يستفيدون من بعض المعلومات لتطبيقه في نقاط أخرى عندنا اليوم مريضة الله يشاف فيه الله يشاف فيها هي عمرها 36 سنة موقع يصاب الكف طبعا أنا أشكر المنصة لأنه التزمت بالنقاط اللي نحتاجها في عملية التشخيص فكانت يعني ممتازة مثلا هذا المريض معها صورة بس المشكلة الصورة شحيحة بالمعلومات يعني نحتاج صور أكثر بالمستقبل بس مع هذا نستطيع الإجابة على هذا التساؤل أو هذا الطلب التشخيصي أكزيمة ضوئية نحن شنو أكزيمة ضوئية يعني واحد من يطلع إلى أشعات الشمس يصير عنده حكة وحمرار وهذا مستمر كل ما يتحرض للشمس للأشعة أشعة الشمس يعني تشوفه بالليل ما عنده مشاكل وبالنهار عنده مشاكل كثيرة لما يكون الجو مغيم يكون أفضل لما يكون قريب على البحر يكون أزيد فهذه الحساسية ضوئية مرتبطة بالأشعة فوق البنفسجية أركز على هاي هي ليست لها علاقة بالحارة والباردة يعني مثلا يقول دكتور شنو هاي الأكزيم أنا هس باردة الدنيا هي الأكزيم ما لها علاقة بحرارة الجو أو انخفاض ما لها علاقة علاقة بالأشعة فقر المسجية لتبدأ بالظهور من أول الشروق إلى أحد الغروب موجودة أشعة فقر المسجية إن كانت بالصيف أو كانت بالشتاء فلذلك هي مصاحبة للتعرض للشمس لون نباوع السؤال يقول أنا بالربيع دا تصير عندي أحنا دائما نقول بالعراقي يقولون هاي شمس الباقلة شخص دون شمس الباقلة أحنا عادة بالشتاء نكون خاتلين بالبيوت بردانين نتعرض للشمس قليل أول ما يبدو الربيع نحس بالدف فنطلع إلى الفضاء نتعرض للأشعة بكميات أكبر مو بس هذا السبب ولأن الجو هو طيب فلذلك قد نبقى قاعدين بالشمس لساعات لذلك راح نتعرض إلى كمية كبيرة من الأشعة فوق النفسجية مما يساعد على ظهور العقزمة الضوئية وازديادة شدتها لو تلاحظون تقول عندما أقترب من شجر يعني أحياناً أكو بعض المواد إذا سقطت على الجلد وأكو أشعة فوق النفسجية راح تتفاقم أكثر وخاصةً يعني كثير من أحياني يجوني مرضي خاصةً بعدما يجمعون البرتقال والنارنج في آخر موسمة وبعد الجميع يعصروا عند العصر أكو مادة زيتية ودهنية تطلع من القشر مال البرتقال من قشر النومي حامر من قشر النارنج هذا من يسقط على الإيد أكو بعض الأشخاص يتحسس ضوئياً فتشوفوا بعد مدة يجينا إيديا أما صار حمرة أو صار سمرة من كثر ما التحسس صار كثير لذلك اللي يتحسسون من عصير أو الدهن قشر البرتقال أو النارج أو الحمضيات الأخرى ننصحهم بغسل اليدين تماماً من هذا الزيت يعني كبعضهم يتونس من يشوف الزيت يدهن بإيده يتصور فتشي هذا مفيد المريض يقول عندما حق مادة للكورتزون أشعر بالالتياح هذا طبيعي لأن كل حساسية راح أنت تشعر بالارتياح لما تخلي الدهن والكورتزون خاصة لما يكون ذيفة عالية عالية الزيت باستخدام مساحق التنظيف طبعاً لأنه لما يكون عندك تحسس أو أكزمة يراد وجود الدهن ضروري على الجلل فمساحق التنظيف يتوخر هذا الدهن فزيد الطين بل لذلك أهم نقطة لهذا المريض أن يضع واقع الشمس عند خروجه إلى المكانات المشمسة وإذا تعرض إلى مواد دهنية من الشجر أو غيره فيرجع غسل الإيد بالمي والصابون تماماً أهم يعني بوضع المواد اللي تمنع الشمس من اختراقها للجلل وهي هاي موجودة يعني تسمى بالإنجليزي Sunscreen أو Sunblocking Agent الموقفات أشعة الشمس من تعرضه وهذا أهم بكثير من علاج الحالة لو نأتي على الحالة الأخرى اللي هو مريض من العراق ونحييه عمره 44 سنة عفو نحييه عمره 44 سنة وهي سيدة ربما أو آنسة كف اليد طبعاً الوصف الحالة المرضية قليل بس مع هذا ممكن مساعدتها ليش لأن الصورة الحمد لله واضحة الصورة تمطي زيادة بتقرنات الجلد في الكف الأيمن على الأغلب الأيمن وهذا ينطين انطباع الانطباع نحن معظم الناس هم يستعملون اليد اليوم خاصة يعني يمناوي يعني يسراويين قليلين فلذلك هذا ينطين انطباع إنه ربما تكون سيدة وربما تكون أدها أطفال وتحتاج إلى الغسل مع الصحون والمواعين بشكل مستمر الأرجح أن تكون أجزمة يسموها أجزمة تلاموسية أو أجزمة ربات البيوت أجزمة ربات البيوت أجزمة ربات البيوت أحسن طريقة للوقاية منها هو لبس الكفوف بس هنا نعمل الكفوف مو الكفوف النايلون أحنا نسميها بالإنجليزية لند غلافز أو القفازات المبطنة البطانة مالتها لازم تكون من القطن فإذا واحد عنده يعني كفوف بس ما عنده يعني مبطنة يعمل أحنا نسميها عمل بيتي يعني بالبيت يسوي يستعمل الفانيلة اللي نلبسها تحت الملابس اللي عادة قطنية فنرسم باترون يعني خارطة لإيدنا على الفانيلة ونحاول ننقصها بالطريقة ملائمة ونخيطها وتصبح أحسن كيف تحت الكف النايلوني أو البلاستيك وبذلك نستعمله أي دخول للماء والصوابين من خلالها لنتيجة الثقب أو من الأعلى رأسا لازم يكون عندي شيئة آخر أذبها أغسل إيدي أنا أشفها وأرجع ألبس الكف الصالح لأنه وجود التايد والصابون داخل الكف هو أسوأ بكثير من وجود الماء والصابون على الكف بدون كفوف فأتمنى ملاحظة هذا طبعا هاي الحالة طبعا تحدث في فترات متفاوتة ليش لأنه أحد جد نخسله هواي مواعين مثلا بعيام ونقلل من هذا فلذلك تحددها علاجها هو مواد الكورتزون البسيطة والوقاية خلوم العلاج بالكفوف مصابة بضغط الدم لا يعني لا علاقة للمرض بأكزمة الكف أنا حقيقة ما ريد أظل يعني أتحدث لكم إذا أحد عنده فالتساؤل ومن الممكن الدكتورة تقول لي يا على موض ما يصير مونوتونس وكأنه أنا بس واحد يحجي أريد واحد يحاولني بالحج نجي على المريض رقم 6 مرض فتاة عمرها 13 سنة عادها حبوب ظهرت منذ خمسة أشهر حاوت علاجها بصابون غار وغسول كبريت تهدأ لفترة ثم تعود الظهور بشدة وايضا استخدمت محدده الكليندامايسين لا توجد حق فقط حبوب بعضها رأس أبيض من تقول حبوب بها رأس أبيض معناها أكل تهاب بسيط هاي الحبوب عادة تظهر في هذا العمور وواضح من الصورة إنها تعاني من حب الشباب حب الشباب يظهر بالسن اللي تتغير لدى الشاب أو الفتاة تتغير عملية الهورمونات يعني في 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 الاكتمال الهورموني أول ما تبدي فترات به اقتراب هورموني وهذا الاقتراب ربما يزيد من ظهور احتمالية ظهور حب الشباب خاصة عد بعض العوائل يعني يكون بعض العوائل تشوفوا بالعام الخالج جد وهو يعدهم مصابين بحب الشباب لذلك الجانب الوراثي هنا يكون مؤثر احنا ننصح بالاستمرار في الغسل ليش؟ لأنه تقل الكمية الدهن اللي موجودة على الجلد كليندا مايسين هو دواء صحيح لكن ظهور الحبوب البيضاء باستمرار أو كثيرة راح يعرض الجلد ربما لتلاييفات مستقبلية لذلك ربما تستدعي الحالة أن نأخذ بالإضافة إلى المضاد الحيوي الخارجي مضادات حيوية عن طريق الفهم لمساعدة الجلد بالتخلص من الابتهاب طبعا هناك أكلات معينة كثيرة يجب تجنبها خاصة الأكلات الصناعية والأكلات اللي نأخذها من السوق مليانة جهن وكريمات وما أدري شنو وصاص وكشف عادة المريض الحبوب تزيد خاصة من أكل المواد الغرقانة بالدهن مثل التشيبس لذلك ننصح مرانة بالتقليل من الدهنيات في العكل وعدم تناول التشيبس وزيادة الخضار والفواكه وتقليل الدهن خاصة هذا الدهن الصناعي شكرا جزيلا المريض رقم 20 أيضا من العراق أمر 3 سنوات بالوجه وخلف الساعد مع الأسف هو يعاني من الحبوب الصغيرة ناعمة يقول حمراء وتصبح بيضاء أو بلون الجلد الصورة يعني صعب أعطاء قرار نهائي بس ربما ربما هي أكو تقرنات بفتحات الجلد وبسيطة وحتى لا تستطيع العلاج وربما تحتاج علاج بسيط لتقشير هذه التقرنات بفتحات الجلد أتمنى على الآخرين إن كانت تعدهم استشارة ألكترونية أن يكثر من الصور والصور قريبة ومن زوايا مختلفة لمساعدة الطبيب على تشخيص الأمر وشكرا جزيلا المريض عمره تسعة تشهر ذكر الإصابة هو طفح في معظم أنحاء الجسم الحالة المرضية والصفحة اللطيف وجميل يقول من ولاده تصير حساسية بالاخدود وعنده دهنة بالبنسلين طبعا نحن كل أصارة من الدهن نسميها بنسلين وماك أصارة مع البنسلين يعني الدهن بس يعني معناها أنه كل من يخلون دهن يزول تعرض الجو حار بارد الجو بارد يزول الحار صار لعشرة يام انتشار في كل العيادة ولا يرجع مع حك في الوجه أكثر من بقاء الأعزاء واضح أنه من الوصف أنه الطفل يعاني من أكزمة الطفولة أكزمة الأنفنسي ما عرف يعني هاي العمر اللي هو بين ثلاثة شهر وبين السنة هذا الأمر يصير عندهم نوع من الأكزمة وهاي الأكزمة تبدأ بالخدود يعني شوفون الطفل من صار عمره ثلاثة شهر أربعة فدح مرار وتقشر طبعا معظم العوائل بتقول الدكتور ابني صار حمره من كثر ما يبوسوا يقبلوا يعني ف احنا نقولهم لا الحقيقة ما لا بالتقبيل اكثر ما هو ابنكم مصاب بأكزمة البسيطة اللي عادة عادة وليس دائما تختفي بعد عمر السنة أو السنة وثلاثة شهر أكو بعض الأطفال تبقى لحد تس سنوات القليل للأقل تبقى إلى حد ست سنوات سمع سنوات والنادر جدا أن تستمر في مرحلة الكبر يعني بعد الـ 15 سنة لو لاحظ وردة ملاحظة يقول الطبيب قال جرب وعطاه لا لا تجرب مع صابونة كبريت وكريم بيرمترين المشكلة قد تختلط على بعض الأخوان موضوعة هل المريض يعاني من الجراب أم يعاني من الأكزمة لبعض التشابه إلا أنه لم ترد بالشرح ما للمريض أنه أكو أصابات أخرى في البيت يعني عادة الجراب ما يجي يعني يعني فجأة يعني لازم أكون ناس مصابين بالجراب حول المريض وبما أنه الطفل فالأرجح تجي الإصابة من تجي من الأم من 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 الخدم إذا يحملون الطفل وبما أنه ما موجود هذا الكلام هذا على الأغلد صار الالتباس بالأمر أحنا ما نقدر نجزم إنه هذا مجرد بس ما كو أي أعراض إضافية تشير إلى الجرد بشكل تخصصي فأني أنصح السيدة والدت أو والدت أول شي ننظر للكفين والسول يعني بطن القدم وبطن الكف ونباوع نشوف هل بها خطوط معينة خطوط قصيرة صغيرة حمراء زيجزاق يعني بالمليمترات هل توجد أعراض لدى المحيطين به هل المحيطين به مصابين أو لا أنا أتوقع في كثير من الأحيان يعني يوصف توصف أدوية الجرب وبعدين تحدث حساسية أو أكزمة ويتخيل أنه المريض العفو عسف ما طاب فيعيدون الكرة وبالنتيجة ننتهي بطفل يعاني من الأكزمة أكثر مما هو أصلا كان من المرض عنده يعني جرب نفسه مرض سهل جدا وأسهل من الأكزمة بالرغم من أنه الناس شوية يعني وكأنه استيقمة يعني مؤشر مازيئا هو أبدا مرض الجرب ينتقل على الناس انضعف وصخين ما لا علاقة ينتقل للأغنياء ينتقل بين الفقراء بس هو مشكلته بالتزاحم من يكون تزاحم كثير يعني ينتقل للمرض بسهول المرض الجرب لا يخيف أي إن كان مرض الجرب يعني فالحشرة بسيطة علاجها بسيط خلال 3 أيام المريض يشفع بينما الأكزمة يجوز تطول يعني أشهر وسنين أحيانا لذلك أنا أتمنى على الناس أنه لا يكون عندهم فالصحقة يعني نتمنى أكزمة ولا جرب لا ما بالضرورة يعني الجرب علاجك كل السهل بس عادة يكون مستمر ومو يعني يزيد ويقيل ومن أعراض المهمة للجرب أنه الطفل ما يقدر ينام بالليل يعني يلوب بالليل هذا بالجرب بينما الأكزمة ينزعج بس يقدر ينام أوكي عفوا دكتور فيما يتعلق بحالة الجرب هنا يوجد سؤال نعم ربما قد أجبتم ولكن ربما السائل يسأل أكثر ما صفة مرض الجرب إذا كان هناك تحديد أكثر يعني ما صفة مرض الجرب يعني نعم الجرب هو مرض حشري حشرة صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة تأتي إلى الجلد وتدخل تحت الجلد مو تحت الجلد وإنما في الطبقة العليا للجلد وتبيض وتعيش وتتكاثر وتنتقل من مكان إلى آخر وعند الإصابة عند الإصابة كل شيء ما تطهر أعراب لا توجد أعراب بس عادة بعد ثلاثة سابع من الإصابة يبدي حق شديد الحق الشديد من النقاط المهمة إنه ما يخلي المريض بالليل ينام بمعنى المريض يعني هو نايم ويقعد يفز يعني كافة الأمراض اللي تحق بالليل هي عادة نظل الحق نظل الحق لما نتعب الروح ننام هذا لا يجوز ينام وأثناء النوم يفز من كتر الحكة لذلك مميز بيها النوك 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 أو الحك في الليل هاي من الأعراض المهمة والأعراض الأخرى إنه عندك مصابين آخرين يعني إما مثلا إذا كانوا طلاب في الصف إذا كانوا في البيت أو عوائل راح البيت جدة راح البيت عم أو كان عندهم أحد من الموقوفين في السجون لأنه يكثر في السجون أو راحوا إلى فندق شوية يعني ما كانت من نظافة ممتازة لذلك يكونوا محرضين إليه بس أتمنى على الموجودين اللي لا يسمعوني مرض الجرب لا يخيف مرض الجرب اسمه مزعج إلا أنه علاجه في ثلاثة عيام وعلاجه بسيط جدا وبس على الشروط اللي يقولها الطبيب لأنه المعالجة تقتضي أو تعليمات معينة يجب أن نطبقها بحذافرة إذا طبقناها بحذافرة ثلاثة عيام تكفي لعلاجه لقتل الحشرة وتقلص منها تبقى الحكة لمدة سبوعين بعد العلاج هيحكة في هذه وبعدين تكفي وتزوج شكرا جزيلا الحالة الأخرى اللي هو طفل أيضا أمره 11 شهر على جانب الخدين في بداية عمر الطفل كانت نصابة غير موجودة بعد شهرين هناك نقطة مهمة أريد أن أبينها الأطفال اللي بتبدي خدودهم وجسومهم بحمار وقشرة وفروة راسهم كل ما يظهر قبل الشهرين حقيقة حتى قبل ثلاثة شهر يعني هذا راجع إلى هرمون خاص موجود لدى الأم من يختفي الهرمون من جسم الطفل تختفي كل هاي التقشرات والتحسسات لذلك نسميه الأكزمة الدهنية هذا اللي يظهر الطفل بأسبوع أسبوعين تشوفه أحمر ومقشر هذا يختفي منه من حاله بعد حوالي شهرين أو ثلاثة بعض الأطفال لا تبدي عندهم أعراض من خدود شوكي ورا الشهرين أو ثلاثة شهور وهنا يجينا السؤال إن أخوان المريض وأخواله يقبلونه كثيرا ألمان إن المرض غير معدي المنانسين المرض غير معدي أطلاقا وهو عبارة عن الأكزمة البسيطة للأطفال ولا علاقة بأن أخوان المريض يقبلونه كثيرا بس حين حفوحات كافي لازقين يتبوسون بي مضوشته زين هو تحك هاي المنطقة هذا تحسس وأكزمة بسيطة وربما موضوع لدهون شوية لزوجتها عالية فسببت انسدادات في بعض فكحات الجلد إلى الدرجة إنه صارت على شكل حبيبان أنا أقترح على أم المريض إنه الكف عن وضع الدهونات الكثيرة على الخدود بطوفة مجال السبوع وبعد السبوع من شوية يهدأ الجلد تأخذ لها عدد من الصور وتقدر دزليها على المسنجر لأنه أنا العيادة الطبية الأونلاين على منصة المسنجر فاللي يحب مكتوب اسمي صبيح المشهداني باللغة الإنجليزية S-A-B-E-H المشهداني هي عيادة سميناها العيادة الإلكترونية لأنه في هذا الظرف الناس صعب الذهاب إلى المؤسسات الصحية للمعالجة ننتقل إلى هسا راح تيجينا مرضى ما عدهم صور راح نحاول نجاوب للفائدة بس طبعا أرجع وأقول الطبيب خاصة الطبيب الجلدية صعب عليه شخص من كلام فقط بدون صور بس هنا الحالة يبدو لي واضحة أنه الطفل يصير عنده حكة وحبوب وطفع من أكل بعض الماكولات يعني واضح جدا أنه نحن نتعامل مع هذا الطفل والحساسية من الصير من مادة معينة أول شي إيقافتك المادة فإذا أنا ابني كل ما دي أكل بيض يصير عنده أحمر وحكة أوقف بس مو كل من عنده طفع أحمر وحكة لازم يوقف البيض هذا طبعا خطأ من الأخطاء الشاع يعتقدون أنه إذا فد واحد عنده حساسية جزء عنده حساسية من مادة أخرى من مادة غذائية أخرى أنا ليش أحرم الطفل من كل شيء بس بشكل عام كثير أكو يعني حدد لا بعس بيه من الأطفال ومعادة حساسية من البيض وإذا ثبت أنه عنده حساسية من البيض حتى بعض اللقاحات تصير عليها ممنوعة يعني لازم ننتبه يعني ما يصير جزافة نقول هذا الطفل عنده حساسية من البيض بس واضح من العائلة أنه انتبهت أنه مندي يأكل يصير عنده تحسس التين التين مو دائماً على ناكله لذلك يبدو لي أنه أهل المريض متأكدين أنه مني أكل تين يسبح حساسية بس أريد أعلمكم في الطريقة رجاء أن ننتبهوا عليه خاصة لعدهم تحسسات من المواد الغذائية أنت لا جزافة يعني اليوم أنا أكلت الصبح فد ثلاث أنواع الظهر أكلت فد أربع أنواع بالليل أكلت أربع أنواع أنت لا جزافة أن تقول هاي المادة هي اللي سببت الحساسية على متعرف هاي سببت الحساسية لازم هو ماكلها واحدة وماكلها واحدة ومو ظهرت رأساً ظهرت وراء عدة ساحات يعني ربما أنت أكلت هسة أكله وظهرت الحساسية هو هذا التحسس من الأكلة السابقة وليست الأكلة الحالية ربما تكون من هذه الأكلة الجديدة عن مدى أنفي بس يجب التمحيص في هذا الموضوع والتأكل لذلك لعدهم حساسين من مواد الغذائية نقول لهم أرجوكم أن يصير أكلكم مثل شون شنة بالقرية بالقرية مناكل أربع خمس أنواع إذا أكلنا الظهر مثلاً تمن ومرض وانتهى هسة نحن ناكل سندويشة ما أدري شنو وكبة ما أدري شنو يعني تشوف هي أكلة بسيطة تبدو مفرداتها قليلة بس مكوناتها كلش كثيرة من الصعوبة أن أتأكد هاي المادة سببت لحساسية لا لا لذلك ننصح بشكل حال كل المصابين بالحساسية التركيز التركيز على أنا أخلي لنواع كلش قليلة يعني يعني أأكل مثلاً خبز وجبن لا شوية مربع وشوية حسن ليش على المدعرف أتأكد أنه أنا التحسس مالتي من أي مادة يمكن يوم الثاني إذا أريد أجرب أأكل مثلاً خبز وحسن أكتفي بهذا القدر يعني لما عنده حساسية أهم فقرة بالحساسية هو اكتشاف المحسس طبعاً أكو تحاليل وفحوصات مختبرية تسوية بس بينهم بينكم هاي التحاليل والفحوصات المختبرية من شفناها بالواقع العملي كانت ليست ذات فائدة كبيرة في التشغيص يعني يجيني مثلاً تحليل عنده حساسية من فلانشي وفلانشي 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 بس حقيقة لما أسأل أقول لي أنت تأكل هاي المادة يقول لي أأكلها باستمرار وأبد ما تسوي لي حساسية فأكو في الاختلاف أو في التناقض بين نتائج الفحوصات بذلك أنا أعتمر على التاريخ المرضي وركز عليه أكثر من حتى الفحوصات المختبرية إجادة مريض رقم سبعة اللي هو أمره 54 سنة عنده بقع حمراء اللون داكنة في ظاهر القدمين ذهبت للتشغيص قال لها التهاب فطريات استعملت الكريم ليست ذات جدوى الحقيقة الصور غير واضحة تحتاج إلى يعني صور إضافية وقريبة أنا أحاول قدر الإمكان بس أريد أشعر أنه هذه المكان هل هو مرتفع عن الجلد أو ملخفض صعب علي التأكيد هذا كل اللي أرى أنه بقع لونية على الجلد يعني أتمنى من المريضة أن ترسلي الصور إضافية بزوايا مختلفة وإن شاء الله انساعده لأنه من هذه الصور يعني أقدر أطيها عدد من الأمراض قد يجوز هي غير موجود بها وبس نزعجها يعني بدون داعي هنا الكلام قليل الصور بيها نوع من الوضوح ليست كل الصور المريض أمره 36 سنة يقول عبارة عن ظهور مفاجئ لبقع بنية اللون على مستوى الكاحلين منذ 6 شهر دون تغيير نحن هذه البقع لما تظهر في هذه المناطق وبهذه الألوان أو يعني التشخيص الابتدائي الأولي يعني ليس نهائيا نقول أكو خلل صار بالطبقة اللي فيه نحن نسميه كولاجين اللي تعرفون حضراتكم الجلل اللي يتكون من بشرة وأدمة وتحتها يعني المادة الشحمية الأدمة مكونة من ألياف يعني ما عرف بالعربي بدقة بس يعني ألياف هاي مرات تتأثر وتتقطع لأسباب كثيرة يعني يعني بدون أن أقلق المريض أقول ليس مريض مد إيدك عليها هل تشوفها منخفضة عن الجلد يعني يعني من تمشي هل هي بمستوى الجلد أم بها انخفاض إذا كان انخفاض فأفضل ليس مؤكدا وإنما احترازا واحد يسوي تحليل لمرض السكري للتأكد بخلو المريض من السكر وليس لأنه هي هاي عرض من عراض السكر إذا كان التحليل سلبي يعمل لنا التست اللي قلته ومزيدا من الصور على مود نقدر نساعد بالتشخيص الكامل وإن شاء الله بالشفاء الكامل عندنا هنا حكة وألم في الساق تستعمل أدوية سوافان مفصل مريضة بصبة بضغط فعالي أجريت لها عملية طبعا شو اللي لاحظ بالصورة الصورة يعني تكاد تكون واضحة بها تقشر وتليف وتثخن وتلون بالمنطقة وهذا مصاحبة حكة الانتباه من وجود في شيء يلامس هذه المنطقة كالأحذية كالجرابات هذا واضح أنه يعاني من أجزمة في هذه المكان أتمنى أن يستعمل يعني الدهون العام البازالين وغير البازالين بإضافة قليل من الكورتزون للمنطقة وإن شاء الله بالشفاء التام على مد ما أخذ من وقت كوم كثير وصلنا مريض رقم 16 من العراق عمر 18 مصاب بإصابة مزمنة أنت طفح أحمر يروح يجي أحنا من يجينا المريض يقول عندي طفح يظهر في مكان ويزول قبل 24 ساعة يعني ما يطول أكثر من 48 ساعة يزول ويظهر في مكان آخر ويروح في مكان ويظهر في مكان وبأن فترة وآخر يجي نقول أنت مصاب بالشري وهذا الشري نوع من الحساسية ربما تكون من التهاب داخل الجسم وربما تكون من أكل معين وربما تكون من مؤثر خارجي في محيط المريض اللوراتيدين هو علاج مؤقت للحالة العلاج الحقيقي للحالة بمعرفة السبب وتجنب السبب اللوراتيدين من الأدوية الزينة اللي هي مضاد للتحسس وما تخلي يعني شعور بالنحاس أو الدوار خاصة بالنسبة للطلبة اللي يريد يقرأ اللي يريد إمارس حملها بشكل مستمع الحالة الأخرى اللي هي كل الشائعة تجينا لدى كثيرين من السيدات والسادة اللي الله يحفظهم يعني عدهم جلسة السجود أو السجود أو يعني بشكل كبير فلذلك المناطق الارتكاس مناطق الارتكاس أكو بيهم حتى يصير بالجبهة مناطق الارتكاس لما يصير احتكاك مع الفراش السجادة أو ضغط عليها أعلم العالي الجلد شي سوى يدافع عن نفسه شون يدافع عن نفسه لما أنت تضغط على مكان بقوة هو يبني جلد إضافي يعني يجيب لكم مثال بسيط قبل الفلاحين عندنا مهسسة ما شاء الله الفلاحين أمورهم زيانة يعني في المناطق الزراعية تجاه حافي يعني ما يلبس الحذاء ولا يلبس تكربون الشحاطة فنتيجة الضغط مع الجسم على الأرض شي سيط الجلد يريد يقاوم يريد يدفع عن نفسه البلد فشي سوي يزيد بالتقرن يزيد بالتقرن إلى أن يصير جلده رجله قدمه كل ليش لأنه تتدافع عن الأشياء الأخرى هذا مثلا أكفد واحد مثلا هسه لابس لحذاء ضيق وهذا الحذاء يضغط على نقطة ارتكاز نقطة ارتكاز يسوي تتدافع عن لوعية دموية اللي جوا تتدافع عن العصاب اللي جوا تتبني طبقات متقرنة بشكل مستمر إلى أن ترتفع أعلى من الجلد هذا مولي أنه الجلد بيخلل بالعكس حالة صحية أنه الجلد يدافع عن نفسه فأحيانا من يصير هذا التقرن عالي احنا نزيله دون زوال السبب وهذا خطأ كبير يعني أنا إذا ما مستعد أنه أقلل الضغط على هذه النقطة لا أروح أخذ من الطبيب دوة يقلل من ثخن الجلد لأنه هنا ثخن الجلد هو عملية دفاعية عن الجسم طبعا يصير بيها لون أحيانا تصير حتى الطوخ يعني بس هي كاتبة بقع هي الحقيقة مو بقع هي ارتفاعات ارتفاعات بيها يصير لون كلما التقرن يزيد تصير ألوان داكنة أكثر عندنا مريض أمرد عسنة شاء أو صبي ذكر عنده فقدان بلون الجلد أو أحنا نقول بياض بقع بيضاء بيضاء كالحليب تحت أحد العينين وعلى مشط القدم ليست مصحومة بأي حق أو حمراء ظهرت منذ تسعة أشهر فنحنا بالمنطقة يعني الشرق لون جلدنا أسمر فلذلك أي فقدان للون الجلد يبين أبيض بشكل واضح هذا البيض هو لأنه الخلايا اللونية لم تنتج لونا يأما الخلية اللونية ضعيفة يأما دمرت بالكامل فما تنتج لون عدم عدم إنتاجها للون راح يصير الجلد أبيض بالبلدان الغربية لما هو الجلد أبيض هو هم عندهم خلايا لونية الله خلق البشر كلهم بالتساوي يعني اللي اللي الأبيض عنده من الخلايا اللي تنتج اللون نفس العدد للأسود يعني عدد الخلايا اللونية لدى الأشخاص الغربيين اللي بنون بشر تأبيض بالضبط نفس عدد الخلايا اللونية للواحد لون الأسود الفارق بإنتاج اللون أحنا في المنطقة الشرقية ننتج لون أكثر خلايا اللونية تنتج لون أكثر والسبب لأنه نتعرض إلى شمس كثيرة فلذلك لازم ننتج لون على موت يحمينه من ضرر الأشعة فوق نفسجية اللي موجودة بالشمس الأبيض اللي موجود بالغرب عند الشمس قليلة يحتاج فيتامين دي إذا هو صار أسمر صعب عليه لأن قليل الشمس هناك تطلع فلذلك بالمناطق اللي مثل حتى من يحتاج هواية شعة لذلك جلدنا يفرز لون على موت يحميه لأنه ما يحتاج كثير من الأشعة مثل ما يحتاج صاحب اللون العبيض هنا مشكلة بينما لا تشكل مشكلة لدى الغربيين من الخلايا اللونية مالتها تقوم وتفرز وحتى اكتشاف عسير يعني مرات بصت في نوع من الأجهزة لشعة ضوئية نسلط على الجليد يالله نكتشف لدى اللي بشرت بيضة انه عنده بقعة من البقاع بيضة بينما باللون الأسمار بشكل واضح هذا من يجي يعني هو هذا فقدان باللون بي جانبين بجانب وراثي اكو بعض الأشخاص من اقول جانب وراثي ليس مؤكدا يعني شن ليس مؤكدا يعني الأب والأم اذا كان بيهم فيتلايقو او اختفاء لون الجلد ليس بالضرورة ان يكون الابناء مصابين بس احتمالية الاصابة اكبر لما يصير من عائلة من أبو وام هم مصابين يصير علاج المرض شوية صعب بينما اللي ما عنده تاريخ مرضي يكون علاجه اسهل الأدوية اللي موجودة حاليا تعالج خلي نقول اكثر من 40% من المرضى بس لا تعالج الجميع العلاج العلاج اللي ناصف الطبيب لهذه الحالة يقول محلول مسح يتم بعده التعرض للشمس مدة ربع ساعة هذا مادة مهيجة تسوي فوكس مال الأشعة فالقل المسجية وترضم الجلد على انتاج اللون يقول لازم تنتج لون فأحيانا تؤدي إلى حرق الجلد وأحيانا لا تستجيب للعلاج هذا لا يعني ان المريض ما اكو علاجات اخرى لا اكو علاجات متعددة للبهق بما يسمى البهق فلذلك انصح المريض اللي عمره دعس سنة رقم دعاش بمعاودة ترجع للطبيب واخباره لتغيير العلاج وتغيير العلاج على اساس ان المريض استعمل التعليمات الاولى بشكل صحيح واذا لم يستطيع فمن الممكن ان يستعمل مراهم الكورتزون واكو مرهم اخر لا يمكن وصفه الا ان واحد يشوف المريض اللي هو يعني دهن اقوى من الكورتزونات وبالشفاء ان شاء الله شوفوا هذا المريض رقم 14 يعني اللي حسن لحظ انه خله بعد الحالة رقم دعاش عمره 38 سنة بس هذا يظهر عنده بقع بيض تروح وتجي يعني مو كل يعني مو كل السنة موجود عادة تظهر بشهر الرابع ويا الربيع اكو بيهم يقولون ويا طق الاشجار يعني من الاشجار تبدي تسوف روحها لانه هو حقيقة كائن حي يعيش على الجلد ويجعل من الجلد اللون ابيض الا انه يختفي البيضات بقتل هذا المخلوق او يعني تدميرا لذلك هو نوع من الفطريات وعلاجه بسيط بس المشكلة بينه احلم انه استعمل العلاج لما يجي شهر الرابع للسنة القادمة ما تكون متحضرين بشكل صحيح لتقليل عدده وعدم السماح الى باصابتنا ليش لانه جلد عند الاستعداد للاصابة بي لفترات طويلة يعني هسا واحد يقول لي انا هذا كائن حاي من الممكن انا مثلا اخويا مصاب يصير بي الجواب لا ليش لان هذا ما يعدي الا للي عنده استعداد بمعنى مريضنا اللي عمره 38 سنة اللي رقمه 14 هو مصاب الطيناه علاج طاب انا هم مصاب الطيت الخاولي مالتي او القميص مالتي ولبسه رأيس اني يصاب لاناني مصاب او هو مصاب وينطي الفد واحد لم يصاب بهذا المرض اشو يلبس الهدومة ما يصاب به ليش لانه ما عنده الاستعداد وهذا المرض مو بس يعتمد على الانتقال يعني يعني وانته الموضوع لا ما يعدي الا اللي عنده استعداد يعني انا مثلا اروح يوم الحلاق يخلي لي خاولي المريض القبلي كان مصاب بهذا المرض الفطريات يخلي لي كش ما يصير به هو كان قبل شوية على الظهر ما المريض مصاب ما يصير به بس يجي واحد الاخر يدي يحبق وهو عند الاستعداد بالإصابة بس يوصل عليه الخالي ثاني هو منصاب لذلك بالنسبة للمصابين نقول لهم يابا انتو بما نقعدكم استعداد بالإصابة فرجاء من تروح للحلاق لا تطي ملابس يعني لا تاخد ملابس من غيرك من يجي شهر الرابع قبل شهر الرابع استعد له شون تستعد له اكو شامبو توات اللي هي شامبو الكبريت وشامبو كيتكنوذور شامبو الكبريت اللي نسميه سلصن شامبو سلصن شامبو هذا بيه كبريت انت هذا تخليه بالحمام اول شي تستخدمه من تتعالج بالحالة مثلا تستعمله بنيوم يوم يوم يام و وتالف الى ومن تختفي الحالة خليه بالحمام موجود من يجي شهر استعمله بالشهر مرة بالأشهر الحادية اللي ماكوا إصابات ومن تقترب على شهر الثاني شهر الثاني سويه بالأسبوع مرة ومن تقترب شهر الرابع سويه بالأسبوع مرتين إلى أن تتجاوز الشهر هذا وراها لا تصاب وتخلص من تكرار الإصابة كل سنة وشكرا جزيلا نجي على مريض رقم 29 مريض رقم 29 يعني واضحة إصابته الصور بالرغم أنه مو كلش تفصيلية بس هو قايل آني مصاب بمرض هو الحزاز المنبسط وليس الجزار المنبسط وبالانجليزي لكن بلانس يعني بالP وليس بالB هذا مرض يعني يصيب الناس كثيرين يعني نسبة الإصابة مرته تكاد تكون قريبة من 1% عند الناس عادة أحنا ما نعرفه هذا مرض مناعي يحدث بعد توتر شديد وقبل الناس يقولون صارت شواطع يأثر مو بس على الجلد وإنما الجلد وبصالات الشعر في فروة الرأس وأحيانا يصيب الفم وأقل احتمالية هو المنطقة التناسلية المريض مستخدم الأدوية الدرمودين صحيح الدرموكال ما يحتاج الدبروسالك يعني لحد ما يقولك ولم تنفع كل العلاجات سوى تخفيف الحكة فقط المرض عادة يطول إلى سنة وستة عشهر بينما هنا يقول المرض منذ 18 عام بمعنى أولا يجب أن نتأكد من التشخيص 100% شون نتأكد؟ ناخذ عينة من الجلد ونفحصها ونتأكد فعلا هذا المرض حزاز أو لا ليش؟ لأنه مو كل المواصفات تنطبق عليه فإذا كان بالتحليل النسيجي مصاب بالحزاز نستمر بعلاج الحزاز بأكثر من هذه الأدوية بأدوية أخرى وإذا ثبت أنه ليس حزاز تنحالج السبب الآخر أتمنى إلى الشفاء وإن شاء الله يأخذ بالنصيحة اللي نبهنا عليه عفوا دكتور فيما يتعلق بحالة الحزاز هنا قد سبق السؤال وهو ما هي أسباب الحزاز وكيف يمكن علاجه؟ ربما تحدثتم عن العلاج ولكن ما هي الأسباب؟ الأسباب أحنا نسميه أو مرض مناعي وكل ما نقول مرض مناعي بمعنى أنه ما عندنا فت سبب محدد للإصابة بس نتيجة معرفتنا بالمراض نجد الجهاز المناعي وخاصة السلولر يعني الخلوي أحنا جهاز المناعي بالجسم أكو على شكل سائل وأكو على شكل خلايا هاي الخلايا نوع من الخلايا تجي تهجم على الطبقة السفلة من البشرة وتدمرها وتضع هذا من الخلايا اللونية تخليها تسقط إلى منطقة أعدمة فلذلك يصاحب المرض تلون قد يطول التلون إلى فترات طويلة تتعدى لأربع خمس سنوات المرض يعني يعني ملاحظ علي تدرون إحنا الجانب التوتر العصبي إحنا ليش دائما نقول يا أخوان هسا إحنا بكوفيد 19 إش لازم ننتبه لازم نتحايش لازم نكون مرتاحين لازم ما نفكر بتوتر لأن التوتر يقلل من قوة وفاعلية الجهاز المناعي وأحيانا يقلب الجهاز المناعي إلى مضاد للخلايا الطبيعية كثرة يعني في الأعوام الأخيرة ليست الأعوام الأخيرة وإنما خلل نقول الأربعين سنة الأخيرة كثرة الأمراض المناعية لأسباب ربما كثير من المواد الكيميائية ده تدخل جسمنا ده تتفاعل إلى درجة الجهاز المناعي هاي المواد ده تنطش من الخلايا الطبيعية والجهاز المناعي ماذا يفرق بين هاي المواد وبين الخلايا الطبيعية فلذلك يقتله هذا المرض يقتل الخلايا اللي بأسفل طبقة البشرة شنو اللي تريغر شنو اللي نبهه لاحظنا التوتر وكبعض العدوية القليلة غير هذا لا يوجد علاجاته تفصيلية كثيرة تعتمد على خفض مناعة الجسم يعني احنا لما المرض مناعي شنسوي لأنه المناعة هي الده تقتل الخلايا الطبيعية نضطر إلى إيقاف أو نثبط من الجهاز المناعي للإنسان النوب شنسوي نخليه عرضة لأمراض أخرى حالة التوازن مهمة جدا شكراً جزيلاً نثبط الجهاز المناعي ولازم نحرص على أنه لا يكون محرر لإصابة بأمراض أخرى شكراً جزيلاً جاءنا مريض آخر مصاب بتثخن بالكفين ومكتوب داع الصدفية والمسبب الماء أولاً يعني الصورة تقول لي هذا احتمال أقزمة أو صدفية من تقول لي المسبب الماء والتايت والصابون أقول لك أنت ما مصاب بالصدفية لأن الصدفية ما تحتاج لا ماء ولا صابون وأنت مصاب بالتثخن فإذا كان هذه الإصابة محدودة في هذه الأمكنة محدودة في هذه الأمكنة ولا توجد أضافر مصابة ولا توجد مناطق بحيدة عن غسل مال يدين ومصابة بذاك الوقت ما عندك إصابة في مكانات أخرى مثل هذا المكان من الممكن أقول لك هذا مصدفية للتأكد لازم نسأل المريض هل هو عنده تاريخ صدفي في العائلة هل عنده مناطق أخرى مصابة هل موجود تقشر كثير في فروة الرأس هل أضافر سليمة 100% لو مصابة ببعض التحفرات إذا كانت كل هذه الموجودة فنميل إلى تشخيص إنه أكزيمة ونبتعد عن التايد والصابون والزاهي ونلبس الكفوف وإن شاء الله مع قليل من الكورتزون وقليل من المواد اللي تقلل التقرن اللي بيها سالسل كسير ويكون المريض في أحسن حال وشكرا جزيلا حالة أخرى من الصدفية بالمناسبة الصدفية تأتي على أشكال مختلفة فكل واحد تظهر لها بشكل للي مو خبير بالموضوع يتصور هاي أمراض مختلفة أشكال مختلفة إلا أنها كلها متفقة بتثخن بالجلد وإصابتها لبعض المناطق الأكثر شيوعا مثل فروة الرأس والكوع والكوع ما أعرف عن الركبة ومنطقة الكوع أوكي يقول هي نفس الإصابة تقل وتختفي قليلة وتعود من جديد مرض الصدفية من الأمراض المزمنة مرض الصدفية الحقيقة ميصور نقول ما لعلاج ولا نقول العلاج نقول في أدوية تسيطر على المرض لا بد من استخدامها إلا أنه تجفد نقطة من بالحياة نقطة من النقاط يرجع الجلد يتصرف بشكل طبيعي بمعنى إنه كثير من المرضى إذا نتركهم طبعا راح تظل الزين بس إذا متركناهم واستعملنا بعض الأدوية المناسبة يجي وقت يعني هوايا بين المرضى خمس سنين ست سنين سبع سنين فجأة تشوفها طاب بس على شرق يستخدم الأدوية الملائمة وليست الأدوية القوية الأدوية الملائمة لي حالته وبذاك الوقت فجأة يختفي المرض لأن المرض هو عبارة عن سرعة في التقرن يعني التقرن بالجلد بالناس الطبيعيين يعني أكوفر مرحلة يطلع من نقطة البداية حتى يصل إلى البشرة العليا يحتاج بالطبيعي ثلاثين يوم أبو الصدفية باربع ايام ينتج إنتاجه سريع بس إنتاجه سريع بدون الحاجة هذا الإنتاج السريع نحن نلطي أدوية على موضي نقلل من السرعة إذا خلينا مثل يعني فترة طويلة هو قليل من السرعة ربما يستدرك الجسم ويعود إلى الطبيعة الصحية وشكرا جزيلا مريض آخر عمره 18 سنة يقول كان المريض عمره سبع ايام وصيب بالجلل والتقشرات وصارت بالذراع والكوع والركبة وفروة الرأس وهذا كله من أعراض الصدفية التي تحدثنا عنها كثيرا طبعا طبعا يعني بالمناسبة الصدفية هي طيف من الأمراض مرات بسيط جدا نقاط بسيطة وتتعالج وينتهي كل شيء ومرات مع الأسف تكون حالات شديدة فيعني مو كل واحد يقول أنت شوية بك شوية صدفية راح ونقهر ونزعج أبدا أبدا يعني أكو حالات صدفية جدا جدا بسيطة وتكتفي بعلاج الفازالين هذا الفازالين إمولين مثل ما المريض اللي هسه قدامنا عنده تقرن بسيط عنده تقشر بسيط يقدر يخلي عليها مرهم ديبرو سالك اسمه ديبرو سالك يستعمله وشوية فازالين بين فترة ونقرة ويسيطر على المرض وربما يختفي سنو نسجيني شكرا جزيلا العراقية ما شاء الله مقيمة في الأردن هم لا توجد الصور جميع الجسم والرأس عندها حبة بالرأس مع الزواج وضغوطات الحياة تطور الماء ياب الله احنا عاسفين هذا يعني المفروض الزواج طيب مرضت النوب سببت مشكلة على شكل صدف صدف ألو السلط واضح تفضل نعم نعم هذا يبدو لي من الكلام أنه ربما تكون صدفية لأنه الوصف والأعراض والأعراض وطبعا هو الصدفية من الأمراض اللي تزيد بالتوتر كباك الأمراض يعني معظم الأمراض يعني ليس غريبا من يقول لك الطبيب مالتك يقول لك شوية على كيفك ويروحك في كل الأمراض وخاصة الجلدية ليش؟ يعني الجلد خلقيا نلتبط يعني بالنشعة الأولى ينشأ من مكان واحد يعني الجانب العصبي الجهاز العصبي والجلد من منطقة أو من طبقة واحدة فلذلك تشوف تأثير الإجهاد العصبي يكون بائنا على الجلد بشكل كبير تشوف واحد توتر وصار عصبي صار عنده داع فعلة اللاخ توتر وصار عصبي صار عنده بهك اللاخ صار عنده حزاز اللاخ ظهرت عند الصدفية بشكل واسع التوتر في كل مكان يعني هو حالة غير صحية نتمنى ولو هي الطلب سهل بس تطبيقه شوية صعب بس إن شاء الله نتمنى على الجميع أن يقللون من توترهم وعندي نصيحة عامة للمتوترين إنه يقلل لا دائما يرسم خيالات وخيالات ويريد الناس كلهم يصنون كلش حلوين وحبابين والدنيا كلش لطيفة وراقية لازم يخلي باله يعني على ما يصنون حصبي على ما يتوتر من يطلع بالشارع يقول خمسين بالمئة زينين وخمسين بالمئة موزينين فإذا لاقى واحد موزين فهذول من الخمسين الموزينين وإذا لاقى زين فالحمد الله والشكر هذا يتسموا التوقع أرجوكم للجميع المريض وغير المريض أن يكون سقف توقعاته لا يكون عالي إلى الدرجة فيصاب بالإحباط والتوتر بشكل مستمر شكرا جزيلا هذا مرض صدفية صدفية أشكال حسنا طلعنا صوات كنا صدفية وهنا هم نقول صدفية هذا التقرن وهذا التثخن الجلد اللي موجود هو نتيجة زيادة كبيرة في سرحة تقرن الجلد يحتاج المريض هنا إلى مواد مثبتة مثل مادة التار القير هذا العسود أكو دهونات فيخليها على المكان وقليل من الكورتزون وبعض الدهون اللي بيأسان سيركاسيت مثل دي بروسالك يستخدمها وبذلك الوقت يكون ممتاز لما أنه عمر ثمان سنوات يمكن التار والقير نخليها حسنا شوية على صافحة بس ننصح المريض أنه دائما بالليل يخلي دهن فازالين وشوية قليل من الكورتزون ويلفعه يعني بلباب والأحسن من اللفاف أن يسوف الجرابة بيها نايلون بالجهات المنطقة المصابة هاي على مطيب قد دهن وين دازك؟ على المنطقة المصابة بس الجرابة مو يخليها طويلة ويضوج منها بالليل والحر خاصة بالعراق حرنا كل الشديد يقصها للجرابة يعني يخلي مثلا بس الوصلة اللي تلبس مال القدم ما يخلي مال اللي فوق يقدر يسوي لها ثقوب تهوية من فوق لأنه هو ما مصاب من فوق يقدر يسويه مثل خطوط فوق بينما من جوه يخلي نايلونه وبسع المناطق المصابة يقدر يقص الجرابة من المناطق اللي هي غير مصابة فلذلك تفصال الجرابة عليها مو حلية يرتبها ترتيب المرتب يخلي فازالين ويخلي الجرابة المناسبة على موض يبقى الدهن طويل اللي أنا هذا المريض القدامي كثير منهم يصير ممتاز جدا إذا خلي فازالين وشوية تبتنوا سامدهن وخلاه عليه ولبس الجرابة عليه تشوفها وراء كثر مع أسابيع تصير رجلة مثل ورد ويبقى على الفازالين لفترات طويلة حتى من طيبان يخلي فازالين على موض يديم هذه الوضعية الزينة بجسمه هذا طبعا واضح فالولة موجودة هو يقول أشمع بالفالول بس هذا الفالول شوية صار فترة طويلة وكبر ممكن علاجه بال يقول منذ أكثر ولما يتبقى أخذ هذه قطعا مو قطعا يحتاج دوا لأنه أحيانا الفالول ولد لسه نواة تشوفها يختفي من حاله لذلك يربح الدجالين ويا جماعة الفالول وكواحد يقول له يعني سوي خلي حدسة من الحدس يعني وخليه وشدة وشمور ما أدري وين وبعدين لأنه هو المناعة الجسم توصل إلى مرحلة جدا جيدة وتسقط الفالول أو نستعمل الأدوية الخاصة بالفالول والمتوفرة لدى الصيدليات بكثرة هذا الجلد لما يكون تصبغات قرب منطقة العين بس اللي نشوفه هو عبارة عن انسدادات بالغدد الدهنية وأكو بعض التلونات صعب أنه نعرف السبب من خلال هذه الصورة تاريخ مرضي غير موجود هنا من ليبيا تحياتنا إلي والله يحفظه مصاب بالسكر مريضة وعدها بين أصابع رجلها فطريات هاي الفطريات بين أصابع الجلد أهم فقرة بالمناسبة بعلاج الفطريات الفطريات كائن حي بس ما تعيش بالرطوبة يعني سر مقتلها انه تخلي المكان جاف كالذلك شوف من السابق تعلموا الناس شون يحفظون الخبز شون الناس تحفظ الخبز انت لا تريد تبقيه ثلاثة شهور أربعة شهور الخبز لما تعوفه تلفه بنيلونة وتخليه على الصفحة يوماً ثلاثة شي يصير بي يصير بي الحفن هالي المادة الخضرة اللي هي فطريات أنا أريد أحفظ على الخبزة يعني ما تتلف شا سوي؟ أجيب الخبزة مالتي وطلعها بالشمس خوش؟ تبس تماماً ما تبقى بيها قطرة مية يعني تقوم بتتكسر من الياباس أجي أحفظها بالكيس احفظها ثلاثة شهور ما عليها شي لذلك أكو بعض المناطق يساوون خبز رقاق يسموه خبز رقيق جداً بس يابس هذا ما يحتاج تلاجة تحفظها تحفظها برا بالكيس ما علي شي شهرين ثلاثة أربعة ليش؟ لأنه ما يعيش بالفطريات ما ليش دا تحدث عن هذا الموضوع؟ لأنه في أجدادنا لما كان عندهم خيمة وتصير عندها فطريات كل اللي يسوي يجيب اختيوط مال الخيمة ويبرمها ويخليها بين الأصابع ويعقد من الخارج على موض يفصل الأصبع عن الآخر يعني يتبعدن على ما يصير بيرطوبة وتشوفه أورا أسبوع 10 ايام يطيب بس إذا عاني أتوضع وما نشف بين الأصابع هذا سوى تاني حيئت لي مكان الإصابة للفطريات واني بيا سكر راح تكون منعتي قليلة فبسهولة صير فطريات ولذلك أنصح هذه السيدة الكريمة والله يحفظها ويشافيها ويحافيها إنه أهم شي تحافظ على الجفاف المكان مرات يقول للمريض حافظ على الجفاف المكان يقول يعني الدكتور ما نخسل لا اخسل ونشف نشف تنشيف كامل لا تبقي ولا قطرة مي وإذا ما تقدر تنشف بالخاولي وبالكلينيكس وبالأشياء الأخرى حتى نشف بهذا البلاور هذا اللي يدفع هوه ونشفه إذا صارت الفطريات قطعا تحتاج مضادات الفطريات مضادات الفطريات كثيرة كانستين، لامسين يعني أي نوع تستخدمه هو مفيد إن شاء الله ويعالج بس أهم شي هم نرجع للوقايا خير من العلاج أن تبقي على بين أصابعك جافة تماما خاصة للمصابين بالسكر وشكرا جزيلا هاي واضحة في أسفل الذقن أكوفة فالولة صغيرة تحتاج يعني محالجة بمواد المتوفرة في الصيدليات يكون على الشكل محلول ملابسة نقطة صغيرة بطريقة دقيقة لأن هاي مواد المضادة للفالولة والتحاجة للفالول هي مواد حامضية متكونة من السلسل الكسد واللاكتوكسد ما ستجيها سواء فتكون حامض قاسي فإذا خلينا عجلة الطبيعية حفظ وإذا خلينا على الفالولة يأكل هالفالولة ويوقعها فلذلك لازم بعناية نخلي بس على موقع الفالولة وننفخ يعني نخلي المادة المحلول ننتظرها حتى تيبس فالدقيقة هي ثلاثة ونشوفها ما وقعت على الجم وبذاك الوقت إذا شفنا اتغطت الفالولة بالدواء بعد ما يوجد حاجة لإضافة المادة ربما لمسة واحدة أو لمستين كافية للفالول شريطة الابليكيتر اللي يستخدمها أو الحاجة اللي يستخدمها إن كان عودة إن كان وثبت لازم تكون رفيعة كلش على موت تبقى بس على الفالول لا تضع على الجلد الطبيعي وإذا أنت كنت غير حريص على الجلد الطبيعي يعني أو ما تقدر تدبرها كما يقولون تخلي دهن فازرين أو زينك دائر ما يدور الفالولة يعني حول الفالولة تخلي دهن يعني وسيلة دفاعية على ما يصير هاي المادة الحارقة تسقط على الجلد الطبيعي أعتقد أن دواختكم هواية يمكن نكتفي أو هاي حالة أيضاً مصابة بالشريط وهاي مع الأسف أكو عندنا مشكلة أريد أتحدث عنها الله يشافي ويعافي كل الناس خاصة الأعمار الكبيرة اللي يصرون مقعدين أخواني أحبائي الغالين انتبهوا للأشخاص الراقدين لفترات طويلة بالفراش الرقود بالفراش طبعاً مضطار راح يقلل جريان الدم بالجلد وإذا نام الإنسان على جهة واحدة وما يتقلب راح يحدث أن الدم لا يكفي لهذه المنطقة فيصير موات بالجلد الناس يسميه غانقرين الناس يسميه موات مكان ما دعوا يصل الدم يتلف ومن يتلف راح ينشال يروح فيصير مكان القرحة وإذا أصالت قرحة عسيرة الشفاء عسيرة العلاج لذلك هم نرجع الوقاية خير من العلاج عندك رجال كبير مرية كبيرة وتشوفها ما تتقلب وما تقدر يعني بسهولة نايمة على جهة واحدة ترى هاي عرضة إلى الإصابة بقرحة الفراش يسموها فروح اشتري لها أكو شسمة يعني مثل الدوشيق مو سرير يعني يعني هذا اللي نام عليه زين الفراش اللي نام عليه أكو به يعني هوا يعني يجي وياه بام وهذا ينترس هوا لذلك المريض يعني حتى إذا أنت ما تريد تقلبه هو يتقلب وكأنه يساج إلى جسمه دون الضار فلذلك هاي الأسرة كلش ضرورية للناس الكبار بالعمر إن كانت مملوئة بالماء أو الهواء وهاي متوفرة يعني في الأسواق أسحارها مو كلش رخيصة بس يعني هي تكفيك بابتلاء تآكل المناطق وهاي القرح اللي إذا تشوفوها بالصورة أتمنى أن لا يصاب يعني بها إنسان يعني أتمنى على الجميع الوقاية لأنه علاجها حسير يعني هاي القرحة تعال هو الدم قام ما يوصل إلى هاي المنطقة تعال رجع الدم يوصل إلى المنطقة بشكل كبير على مود يصير التئام يعني في هذا الموضوع هو أساساً لو عيامال الدموية مالتها كلش تحبانة ويدوب تودي أكسجين وغذاء زيان إذا تدمرت تعال صلحها شون فيعني الله المشافي بس يرادلة يعني جهد كبير جداً يا الله تشفى لذلك أفضل مما أن نوصل إلى هالمرحلة لازم أحنا خاصة بالناس اللي يعني يقعدون لسبب مثلاً عند جلطة بالدماغ أو يعني كبير بالعمر وقام حركتها كلش قليلة أحنا مو بس ننومه ونغطيه ونضطيه أكل وياكل لا لازم نقلبه لازم نقلبه كل ساعة ساعتين زيان من يقعد في الليل كل الليل قاعد يقلب أبوه أو أمه أو أحبائه كل ساعتين يعني هم يغفى مرات فلذلك يعني حتى للناس يعني أنا ما أقول كل رجل كبير أو كل برأة كبيرة تحرضها لهذا الإصابة يعني ما حد يداري لا أبداً بس يعني مرات فيه أقصى المدارات وتغرقها لذلك أحنا لازم ننتبه قبل ما تصير القرحة يعني قبل ما تصير القرحة ما طول مقعد وماذا يتقلب رأساً أجيب لهذا السرير وحاول أقلبه وحاول أسوي لمساج للجلد بشكل هادئ وبسيط ويكون مطهرات ومعقمات للجلد على مود متجي البكتيريا هم تشمل فوق الحمل علىه الله يشافه وعافية طبعاً هنا ملاحظة لا يوجد تلوث جرثومي فعلاً هو ما توجد بكتيريا من تسوي الزرع ما تلقيه بس شنو لازم أنت تنظف هاي المنطقة من الدبريس من الخلايا الميتة لأن وجود الخلايا الميتة هو ما يمنع شفاءها وعلاجها لذلك لازم تنظيف جراحي بشكل مستمر وضعها بوضع بدون بكتيريا لفترة طويلة ومساعدتها أنه ما يكون مكان ضغط ويمنع الدم من الوصول أكثر من هذا كل شيء واحد منه يقدر مع العسف يسوي دكتورة شنو رأيتش نكتفي لو بعد عندنا شسمه دختوا لو بعد عندكم مجال خلي نجاوب بس هذا السؤال لخير أوكي؟ لا متهم المرض يطلق عليه العقودية والنار الفارسية والحزاب الناري يقول مختلف أجزاء الجسم يمكن أن تصاب ما أعرف مين جاب هذا الكلام يعني هو أكو مرض يسموه الحزام الناري اللي هو فيروس يسويه ابن عم فيروس الإصابة اللي بالطفولة نسميه الجدري الكاذب الجدري الكاذب يعني فالفاروس من نفس الفصيلة العفو آسف جدا يعني يكون الطفل يعني من يصاب بي بطفولته يختل واحد من الفاروسات في واحد من العقد العصبية لجسم الإنسان وتشوفه صار عمره أربعين خمسين سنة فجعتين لو يتعرض إلى توتر عالي أو لمشكلة أو لخوفه وظهر عنده فالطفح عادة يصير في جانب واحد من الجسم يشمل عصب وين كان بالعقدة العصبية هذا العصب المغذي اللي يطلع من العمود الفقري باتجاه الظهر إلى البطن هذا العصب مصاب وهذا عادة يعني يشفى يحتاج علاج بضادات الفيروسات لمدة سبعة أيام ويشفى المريض ربما يرقى ألم في المنطقة يعني مدائما قليل من الحالات المرضية ونعطيهم بعض العلاجات اللي هي يعني مقاتلة للعلم وعادة أن المريض يعني نخلص من هذا بس هنا الحالة يقول الألم بقى عندي لفترة طويلة وده أستعمل فيوجدين لتهديئة الألم لساعات فقط طبعا لا علاقة كريم الفيوجدين هو كريم مضاد الفطريات وما أكو علاقة بين الألم والفيوجدين بس هو الألم ما يجي بشكل مستمر فمن يهدى يقول هذا الكريم هو الطيبة هو حقيقة موهيت شيء أكو أدوية خاصة بألم العصاب متوفرة في الصيدليات ويمكن استخدامها وتقلل الألم وإن شاء الله يرتاح من الألم لفترة كل الزينة موجودة يعني الأدوية الخاصة لعلاج الألم نتيجة الهربز جوستر أو الهربز الجلدي العصري هذا ماكو يعني هذا كلام مختصر كلش يعني صعب من أن نستنتج يعني مع الأسف عدم موجود الصورة وكلام بسيط صعب أنه نقدر نفيد المريض بشكل كامل أنا جداً مسرور أنه أقدم خدمة للآخرين عبر المنصة أو عبر مكانات التواصل الاجتماعي أتمنى للجميع الشفاء وأنا مستعد للأجوبة لا أسئلة لا أسئلة حضراتكم إذا تسألون عن أي استفسار لأمراض الجلدية وأتمنى لكم الشفاء والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم جزاء الله الدكتور خير الجزاء والقائمين على منصة خير الجزاء لو تكرمتم فقط عندي صورة لو أمكن أن أعمل مشاركة للشاشة أظهرها للدكتور هي لبنتي عمرها خمس سنوات وكأنه فطريات أو كشريات في رجلها عملنا لها عدة أدوية فنكترين وفليكورجي لكن ما ذهبت الفطريات كانت تذهب وتعود فأتمنى لو فقط تسمع المشاركة أعرض الصورة للدكتور الفكرة الدكتور كما لو تقشر يحصل للأصابع تقشر شخصها بعض الأطباء على أنها فطريات أخذت مضادات فطريات أكثر من نوع أخذت فنكترين وأخذت ديكومب مايكوتين لكن يعني يخف المكان لكن لا ينتهي ثم يعود والآن انتقل إلى ظهر القدم كأنه حالة من القشريات وليس الفطريات أنا أرسلت الآن السورة الأولى وهي للأصابع أصابع والثانية هي لظهر القدم بارك الله فيكم ورحمة الله وعنا خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن تنتهي معك هل القدمين مصابة قدمين أو قدم واحدة؟ القدمين والإصابة فقط في رؤوس الأصابع رؤوس الأصابع من أسفل حتى بين الأصابع لا يوجد هو رؤوس الأصابع وكأنك تجرحها تجريح وتقشر الجلد وعندما تضع الدهونات الخاصة بالفطريات تجد تحسن بسيطة؟ تحسن لا يكاد يذكر لكن مع الفاليكورت كانت تحسن أفضل نعم هل أدكم تاريخ مرضي بالإصابة بالصدفية؟ يوجد صدفية خفيفة في أحد أجدادها يعني والد أمها عنده صدفية في لكن صدفية وليست تقشرات كهذه يعني تختلف عنها نعم نعم وهل الأمر قلت خمس سنوات صح؟ نعم خمس سنوات وهل عدد تقشر في مناطق أخرى؟ لا لا يوجد فقط كانت تقشر أسفل الأصابع عند الأظافر الآن ظهر تقشرات أخف على ظهر القدم ولا يوجد في الكفين لا يوجد في الكفين والأظافر في العشرين أظافر سليمة الأظافر سليمة، لا يوجد شيء في الأظافر طيب، هس أنا دعا أسوي كليك تداونلود جي بي جي اللي ذا زيته أتمنى أن يفتح دكتور ممكن أن أشارك الشاشة عندي، تم تحميل الصور عندي أنا أرسل ثلاث سور ممتاز جدا، ممتاز جدا، هذه الصور الأولى لو أستطيع صور؟ أنا أرسل ثلاث سور مختلفة، صورة لظهر القدم، وصورة للأصابع الرجل، وصورة للأصابع، ممتاز، ممتاز، ممتاز جدا، عشد يدك، عشد يدك، لا يمكن أن تكون هذه إصابة فطرية هذه يعني تحتمل احتمالين الاحتمال الأول أن تكون نوع من الصدفية البسيطة والاحتمال الثاني نوع من أجزمة مقدمة القدمين وفي الحالتين ينفعها أي دهن للتحسن وليس للشفاء يعني إن تضع دهن بكتوريات فطريات راح تتحسن قليلا إلا أنها لا تشفى يحتاج وضع مواد أخرى غير الدهن يعني إضافة مادة الكورتزون على المكانات راح تشفى ولا تشفى بشكل نهائي لأن هذا المرض اللي موجود إن كان أجزمة أو صدفية هو من الأمراض المزمنة يعني طيب المريض يتحسن وترجع يطيب المريض يتحسن ويرجع إلى أن تجي فتوقف من الأوقات تشوفه اختفى تماما أتمنى أن تضع لدهونات دكتور لو تكرمت دكتور لحظة الصورة الأخيرة أخت ابتسام لو تعرضيها الصورة الأخيرة آخر صورة للأصابع اليد كانت لأختها لكن أختها عندما دهنتها بالفليكورت جي خلطته مع الفنكترين انتهت نهائيا أتمنى من الأخت ابتسام لو تعرض الصورة الأخيرة الثالثة لأصابع اليد لأن هناك أيضا الصورة كانت واضحة جدا لكن أختها عمرها أقل من سنتين نعم ها هي دهنت لها فليكورت مع ديكومب مع فنكترين نعم وانتهت نهائيا ولم تعود من شهر تقريبا حضرتك من أي البلدان؟ من فلسطين مبارك الله فيكم دكتور مبارك إذا تريد تتأكد بشكل مطلق ما هي الإصابة هل هي فطريات أم أكزمة أو صدفية أول شيء تجري مسحة من المكان بعد أن تكون ما وضعت أي دهن لمدة ثلاثة أيام على المكان وتجرى مسحة وترسلها إلى الفحص المباشر والزرع الفحص المباشر يطلع بعد ساعات وفحص الزرع يظهر بعد سبوعين ينطيك يؤكد لك وجود إصابة فطرية من حدرها أنا أعتقد إذا كنت في مكان قريب عليك هذا الإجراء هو هذا الإجراء السليم نعم متوفر متوفر إن شاء الله نعم متوفر فأكمل وابعث لي عن طريق المنصة والطريق اللي يعجبك تبعث لي النتائج والصور الإضافية وأنا أكون ممنون جداً بارك الله فيكم أجزاكم الله أنا خيراً شكراً لكم وشكراً للقائمين على المنصة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم نشكر الدكتور على هذه المحاضرة القيمة فعلاً استفدنا منها كثيراً بس الدكتور في حالة عندها تصبغات هو نوع من أمراض التصبغات على الرقبة والكتفي يعني استخدمت معهم عدة أدوية يعني تفتيح بشرة تقشير كده بس الحالة مزمنة يعني مستمرة معها منذ الصغر يعني حتى وصلت يعني الآن مدام فيخف الوضع قليلاً ويزداد أحياناً فحتى صبغات هذه يعني عدة علاجات بس ما عطتش معها نتيجة إذا كان فيه أي علاج لها أو كيفية تفاديها يعني أو سببها في حد ذاتها يعني السبب وكذلك الهالات السوداء المزمنة للمدام يعني النساء شكراً دكتور بارك الله وفيك وبك بارك أولاً الحالة الأولى اللي قبل الهالات هو كم عمر المريض المصار بهذه الأولى حالياً 40 سنة حالياً 40 سنة من قلتي المرض هل هو من الطفولة يعني قصدت من الولادة أم مكتسب يعني من صارع مرضة 10 سنوات يمكن فترة الطفولة يعني لا تدرك بس يعني مجرد وصلت سن البلوغ وكذا وبدأت تهتم بنفسها لاحظة هذه الأشياء لأنه أكو أمراض يا منطقة الرقبة والكتفين يعني والصدر الجهة العليا هل هي من أصحاب العوزان شوية الكبيرة يعني وزنها كبير لا نحيفة وهل هي سمراء باللون؟ مشروطة أقام هي نعم طبعاً الإفراط بالتلون على موضة يعني نقدر نساعدها إلى أسباب كثيرة بس أكو مسببات إضافية لزيادة اللون منها بشكل رئيسي الاحتكاك يعني أحنا مع الأسف لما نشوف منطقة بيها لون وزيادة باللون نلجأ إلى بما يسمى بالليفة أو الحق في المنطقة بغية التقليل من اللون طبعاً هاي الطريقة هي واحدة من الأسباب اللي تخلي اللون مو بس يتركز وإنما يزيد بإفراط لذلك النصيحة العامة اللي نقدر نقدمها بدون صور يعني بدون نشوف المريض إنه تجنب الاحتكاك لهذه المنطقة إطلاقاً وعدم استخدام أنتو تستخدمون الليفة تعرفون شير كلمة الليفة أحنا بالعراق نقول ليفة يعني ما عرف شير نسموها يعني تستخدم فتشي شوية بينا وعمل خشونة مع الصابون لغسل هذا كان مناطق هل تستعمل هذه الأدات في الغسل نعم معروفة دكتور هذه ممتاز ليفة الغسل ممتاز هذا وحدة من الأسباب الشائعة في البندان الشرقية واليابان في زيادة اللون فأتمنى الكف عن هذه المادة واللجوء إلى مواد كورتزون الخفيفة طبعاً لازم بيها صور على منذ قدر النسبة وإذا حبيت تدزين الصور لبعض المناطق الملونة من الممكن كتابة فورموليشن معين عسى أن يكون مفيد شكراً جزيلاً السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وعليكم السلام ورحمة الله جزاك الله دكتور خير الجزاء الله يزيك الخير على هذه المعلومات القيمة بصراحة يعني استفدنا من كل جميع أنواع الأمراض الجلدية بس بغيت أسألك دكتور أنا عندي بنتي عمرها 23 سنة ومثل ما يقولون على وش الجواز فصار لها حزاز في فوق عيونها وحواجبها في الحاجب فصار تساقط لشعر الحاجب فالحين أخذت علاجات كثيرة وإبار ولم يتم نمو الشعر هل في أمل أنه ينمو هذا الشعر يعني مجدداً الحين هو صار لسنة وأشهر يعني تحديد نمو الشعر من عدم نموه يعتمد هل أصبح الجلد متقرناً أم لا يعني الجلد شون يعرفه متقرن لولا أول شي ملمسة هل تطار بنوع من الصلابة هاي نقطة إذا كان لا يشكو من أي صلابة نفحص بالعدسة نباوع تعرفون بالجلد أكو ثقوب صغيرة اللي هي تمر عبرها مصيلات الشعر والمادة الدهنية فإذا كانت موجودة هذن النقاط اللي تبدو كالثقوب صغيرة جداً بذاك الوقت هناك آمل كبير في حودة الشعر في المنطقة هو المنطقة متصلبة الحين شوي يعني هي منطقة بس الشعر كل فترة يزيد المنطقة يعني كل مرة يزيد تساقط الشعر المنطقة المتصلبة يعني أتمنى أنه يعني أتمنى على الله أن يشفيه ويحالجه لأنه المنطقة المتصلبة يعني معناها تليوف معناها البصيلة اللي هي داخل الجلد اللي تطلع منها الشعر هي محلت فلذلك احنا في هذه الحالات نحاول قدر الإمكان أن لا يستمر تمدد التصلب بوضع المواد المثبتة لشدة المرض أما أن الشعر يعود في المنطقة المتصلبة يعني هو طبعاً الاحتمالية تقل يعني تقل بنسبة كبيرة طيب دكتور شو ممكن العلاجات اللي ممكن تساعد يعني تخفف من تصدب الجلد؟ في علاجات هي يسموها مثبتة للمناعة اللي هي غير الكورتزون لأنه نحن الكورتزون في هكذا مناطق قريب على العين مفضل عدم استخدامه فموجودة يعني من الممكن أن تساعدين الطبيب القريب عليك في توفرها في هي الأدوية المثبتة للمناعة غير الكورتزونية هي أخذت حبوب مثبتة للمناعة يمكن لمدة شهرين أو ثلاثة يعني بما أنه المرض موضعي وليس عام في الجسم من المفضل استخدام الأدوية المشابهة للكورتزون غير الكورتزونية والمثبتة الموضعية للمناعة وليس الأدوية المثبتة للمناعة الحامة العامة عن طريق الفهم أنا آسف مجاوبة الأخت الفاضلة اللي قالت على الهالات على الحين هي بعد نفس الشافيتة صبغ عندها صاير فوق العين بس الجفن يعني نعم نعم الهالات على العين بشكل عام بشكل عام يعني من الممكن التخفيف من آثارها إذا كنا لا نتعاطى السوائل بكمية جيدة يعني قلة السوائل تزيد من الهالات حول العين السهر الطويل يزيد هالات حول العين شرب العصائر اللي بيها فيتامين سي يقلل من الهالات حول العين تصليح البصر إذا كان في خلل بصري يعني واحد يمكن يصلح بالنظرات أيضا يقلل من هالات حول العين أما إذا كانت هالات حول العين بيها جانب وراثي فلا يرجع تغييرها أو شفاها شكرا جزيلا جزاك الله خير دكتور ترجمة نانسي قنقر شكرا